كل هذا هو سببه الحشوية فالحشوية فئة تعتقد أنه يمكن أن يرد في القرآن ما لا معنى له وأهل السنة يقولون له ولا ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل كذلك لا يرد في القرآن نص أو آية أو آية يعنى بها غير ظاهرها فمثلا آية الصلاة أقيم الصلاة فهي دالة على الصلاة لا تدل على معاني أخرى يدعيها الباطنية كذلك مثلا آية الزكاة لا تدل على معنى غير هذا فإذا قال الله افعلوا كذا فالمراد هو تحصيل هذا المأمور به وإذا قال اتركوا كذا فالمراد هو الكف وترك ما نهى عنه فالآيات الواردة في القرآن ليس فيها آية يراد بها غير ظاهرها إلا إذا قام الدليل الموجب الدليل الذي يقيد مثلا مطلقها أو يخصص عمومها أو ينسق متقدمها إلى آخر ذلك فإذا وجد الدليل وجد دليل التقييد أو دليل التخصيص أو دليل النسق ففي هذه الحالة يكون ظاهر الآية غير مراد وينتقل إلى المخصص أو إلى المقيد إلى آخر ذلك أظن هذا مفهوم فلذلك لا يجوز للمسلم أن يعتقد أن هناك آية في القرآن يراد بها غير ظاهرها حتى يقوم التليل فإذا قام الدليل فلا كلاما خلافا للمرجئة خلافا للمرجئة والمرجئة طائفة يقولون أنه لا تضر معصية مع الإيمان كما أنه لا تنفع طاعة مع الكفر هؤلاء هم المرجئة وهم يقولون يجوز أن ياتي في القرآن شيء لا يراد به معنى ظاهره واحتج على قولهم بالقروف المقطعة في أوائل السور ورد عليهم آل السنة بأننا إذا لم نعلم معناها قلنا أنها أسماء للصور فنقول ألف مام ميم البقرة ألف مام ميم آل عمران إلى آخر ذلك وفي بقاء المجمل غير مبين كذلك جاء في بقاء المجمل غير مبين هل يجوز أن ياتي نص مجمل في القرآن غير مبين حتى ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركه مجملا هل هذا يجوز القول الأول لا يجوز لأن الله تبارك وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأكممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا فإذا كان هناك شيء غير مبين في القرآن تركه رسول الله الدين لم يكمل ولكن الدين قد كمل إذن لم يترك شيء غير مبين هذا القول الأول وهو قول لا وبعضهم قالوا نعم لأن الله تبارك وتعالى يقول في آية آل عمران هذه منه آيات محكاة هنا أم الكتاب وفرهم التشابه هناك قدام شوية في آيات المحكاة وفرهم تشابهات زيوف يتبعون ما تشابه وتعالى الفتنة يبتغى تاويلي لا يعلم تاويله إلا الله تقف هنا قالوا وقوف هنا بعضهم يحتجوا به وقالوا ما دام الله تبارك وتعالى ذكر أن في القرآن آيات متشابهات ولا يعلم تاويلها إلا الله إذن يوجد في القرآن مجمل لا نعلم معناه وقد تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وهم وقفوا هنا وبعضهم قالوا لا والراسقون في العلم يقولون آمنا بأي يعلمونه ويقولون آمنا به لأن الإيمان يجب أن يكون على الأقل بشيء تتصوره ولو إجمالا ثالثها الأصخ ثالثها ثالث الأقوال الأول لا الثاني نعم ما فهو كان هذا أها وثالث الأقوال في المجمل لا يبقى المكلف بمعرفته أهنا هذا حصل لفص قليل بالنسبة لشيخنا صاحب الكتاب لأن الجملة لا يبقى المكلف بالعمل به في البرهان في برهان إمام الحرمين وهو نقلها منه ولكن قالوا أن النسخة التي نقل منها الشيخ كانت محرفة فالشيخ لم يفكر فيها وكتبها كما رأها ولكنه لو راجع المكان لغير من المعرفة إلى العمل أها فصحة هذه الكلمة ولا تغير كلهم يشرحونها كذا ويتركونها لأن العلم هذا يريك أن المسلمين أمناء فيما يكتبون وفيما يقولون لو كان غير المسلمين واحد يطلح هذا طب ما دام الخطأ معروف لماذا يحافظوا على الخطأ؟ يحافظون على الأمانة لا يغيرون حتى في كتب بعضهم بعض لا ينعبون في تغيير الكلمات لا يحرفون الكلمة من بعض مواضيعه فكيف بكتاب الله؟ فلذلك يعني المسلمون أمناء في كل شيء هذه الجملة بقى قوله سالسها ألا صح لا يبقى المكلف بالعمل به لا يبقى مجملا الشيء الذي كلفنا الله تبارك وتعالى بالعمل به لابد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم كله وقد بينه كله فما ترك هذه الدنيا حتى وضعنا على البيضاء ليلها كنهالها لا يضل عليها إلا هالك فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبتم شيئا أظن هذا الموضوع هذه الجملة قوله وفي بقاء المجمل غير مبين سلاسة أقوال الأول لا لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينها والثاني نعم لأن الله تبارك وتعالى يقول وَلَا أَعْلَمُ تَعْلَهُمْ وَلَا أَعْلَمُ تَعْلَهُمْ إِلَّا اللَّهُ والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام بانضمام تواتر أو غيره والحق هذه أيضا مسألة أخرى اختلف فيها الناس هل الأدلة النقلية وهي أدلة القرآن التي نقلت إلينا ليس القرآن ككتاب أنزله الله لا الأدلة دلالة الأدلة على مدلولاتها أظن مفوه دلالة الألفاظ والآيات على مدلولاتها قد تكون قطعية وقد تكون ظنية فدلالة مثلا إن الذين يأكلون أموال اليتاما ظلما إنما يأكلون في بطنهم نارا دلالة هذه الآية على أكل مال اليتام دلالة قطعية ولكن دلالتها على إحراق مال اليتام فكل يجمعه الإفساد لأنك إذا أكلته أفسدت ماله وإذا أحرقت ماله أفسدت ماله الإفساد يجمع لكن دلالة الآية على الإحراق هي دلالة غير قطعية ليست كالدلالة التي نص الله فيها بالأكل أظن هذا مفهوم كذلك دلالة مثلا قول الله تبارك وتعالى من أهل اليتام أنت آمنه بقنطار يوده إليك هذا معنى أنك لو آمنته على دينار لا بد أن يؤدي من باق أو لا الذي يؤدي القنطار لا بد أن يؤدي الديناء ولكن دلالة الآية على القنطار قطعية ودلالتها مثلا على الدنار عقلية لا نقول أنها قطعية هي عقلية فعلا لأن الذي يعطيها لأنه قد يجوز أن يأتي إنسان ويقول هذا الدينار أعطيه له يحتفظ به ويعطيه كثير ولا يؤطيه قليل في أعادات الناس مرضين أليس كذلك كذلك في دلالة مثلا فلا تقول لهما أفن هذا هي نص في تحريم التأفيف بالتحريم التأفيف والضرب دخل من باب أولى لأنه أكثر وأبلغ في الأزع ولكن يجوز أن يقول إنسان آخر أنا لم أقول لك مثلا أشتب فلان لأن قصدي أن تضربه نظر لا تشتبه لكن أضربه فكل هذه لوجودها دلالة الأدلة على مدلولاتها قد تكون قطعية وقد تكون ظنية فلذلك يقول والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين يقول أن الأدلة النقلية سواء كانت قرآنا أو حديثا أن تفيد اليقين فيما وردت فيه آها بإيه؟ بانضمام تواتر أو غيره معنى هذا أن الأدلة التي وردت عن الشريعة تنقسم إلى قسمين القرآن قطعي في وروده وقد يكون قطعيا في دلالته في المنصوصات وقد يكون ظني في دلالته على المفاهيم هذا جيد لا بد أن يخلي الإنسان ذهنه حتى يفهمه أها وأحاديث الأحاديث قد تكون قطعية في ورودها إن كانت متواترة ولكن تكون ظنية في دلالتها أي قطعية الورود ولكن ظنية الدلالة نعم فهو يقول أن الدليل النقلي إذا انضم إليه تواتر بأن كان متواترا نعم فهو يفيد اليقين فمثلا أحاديث البخاري وأحاديث مسلم التي تلقتها الأمة كلها بالقبول